بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوة 1981.2 في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة تحويل شاشة حاسوبك إلى شاشة لمس عبر جهاز صغير يكون مرفوق بقلم يمكنك شراءه سوف نشرح ذلك أحبابي في الله هذا القلم بعد ربط هذا الجهاز بحاسوبك عبر الكيبل أسبي فهو جهاز صغير جدا تستطيع بعد ذلك التحكم في شاشة حاسوبك بهذا القلم دخول إلى المجلدات تحريك شاشة حاسوبك مع العلم أن هذا الجهاز يشتغل فقط على الويندوز 8 و 8.1 غير ذلك فلن تستطيع تحويل شاشة حاسوبك إلى شاشة لمس أحبابي في الله طبعا سوف نشرح طريقة عمل هذا البرنامج أو هذا الجهاز لكن قبل ذلك سوف نشرح لكم طريقة شرائي أنا شخصيا اشتريته تصرعته واشتريته من هذا الموقع يبلغ يعني 82 دولار أو يعني أورو ويمكنك البحث في مواقع أخرى فهو يدعى توش 8 هذا الجهاز هذا الاسم أحبابي في الله توش 8 فيمكنك البحث في مواقع الشراء الأخرى سوف تجده يعني ثمنه ورخيص مثلا في هذا الموقع 79 دولار بالتالي على اساس شراء هذا الموقع يعني هذا الجهاز مثلا في هذا الموقع تقوم بالضغط على الرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو سوف أضع لكم رابط آخر يعني على هذا الموقع تضغط على أن يدير الكارو يعني أدتو كار يمكنك تغيير اللغة في الأعلى ثم تنتظر قليلا لحينما يتم تحويل إلى صفحة جديدة بهذا الشكل تقوم باختيار الجهاز ثم تضغط هنا أحبابي في الله بعد الضغط هنا سوف تنبتق لك نافذة على اساس التشجيل في الموقع طبعا التشجيل في الموقع يعني سوف يطلب منك اسمك الثاني اسمك الثلاثي إذا كنت تتوفر عليه بريدك الإلكتروني على اساس تشجيل الدخول دائما إلى الموقع ومتابعة يعني الوقت الذي سوف يتم إرسال فيه يعني هذا الجهاز وأيضا يعني كلمات السر وعادة كتبة كلمات السر هذا عندما سوف تضغط للمرة الأولى هنا أحباب في الله بعد التشجيل فأنا شخصيا سوف أضغطه هنا وبعد التشجيل أحباب في الله تضغط مرة أخرى هنا وسوف يتم تحويلك إلى صفحة جديدة بهذا الشكل عليك النزول أسفل وكتابة اسمك الثاني واسمك الثلاثي أو اسمين فقط إذا كنت تتوفر على اسمين ثم عنوانك الذي تقطن فيه أحباب في الله وإذا كنت تتوفر أيضا على عنوان ثاني ثم المدينة الدولة إلى غير ذلك المقاطعة والمدينة إلى غير ذلك كود بوستال يعني الرمز البريدي إلى غير ذلك ثم رقم هاتفيك الفاكس ثم تضغط على قواردار أي حفظ طبعا يجب عليك وضعات البيرس بشكل صحيح لأنه عبرها سوف يتم مرسال هذا الجهاز ثم تضغط هنا أحباب في الله على أساس متابعة يعني الشراء بعد الضغط هنا فيمكنك تحديد طريقة الدفع إما بايب العفوان أو يعني كارد فيزا أو ماستر كارد إلى غير ذلك إذا هناك طرق عديدة للدفع وعليك الانتدار تقريبا شهر حتى تصيلك هذه القطعة أنا شخصيا في انتظارها بالتالي سوف أشرح لكم يعني طريقة عملي عبر فيديو وأيضا سوف أضع الفيديو آخر عندما سوف أتوصل علي أحباب في الله طيب بعد أن تتوصل بهذه القطعة فهي عبارة بهذا الشكل بها كامل أسبي والجهاز نفسه وهذه القطعة الصغيرة التي يتم إلساقها في الجانب من الحاسوب وأيضا هذا القلم الذي هو مهم جدا الذي سوف تتحكم فيه يعني بشاشة حاسوبك وهذه القطعتين تقوم بإدخالها في القلم طبعا يعني سوف أشرح بهذا الفيديو أحباب في الله طريقة عمل هذا الجهاز فعندما سوف تتوصل به أول شيء سوف تقوم به هو فتح القلم ثم تقوم بإدخال داخله هذه القطعتين الصغيرتين اللتاني سوف تكونان يعني مرفوقتين معه يعني نقوم بإدخالها هما هنا أحباب في الله ثم في الأخير نقوم بإغلاق يعني القلم كما سوف تشاهدون بعد إغلاق القلم المرحلة الثانية وهي إيصال الجهاز بالحاسوب عبر الكابل الأسبي كما سوف تشاهدون إيصال يعني الحاسوب بالجهاز عبر الكابل الأسبي كما سوف تشاهدون ثم بعد ذلك تأخذ القطعة الصغيرة التي يمر فق مع الجهاز وتقوم بلسقها بالجانب حتى يتم يعني لسق عليها الجهاز أحباب في الله بهذا الشكل كما سوف تشاهدون ثم بعد لسقها تقوم بلسق علي مباشرة الجهاز وهكذا تكون قد أضفت خاصية تاكتيل على حاسوبك أحباب في الله بالتالي على أساس ضبط هذه الإعدادات عليك الذهاب إلى لوحة التحكم الخاصة بجهازك طبعا يمكنك البحث عن panel control أو control panel أو الذهاب مباشرة إلى sitting هنا ثم control panel ثم في control panel أحباب في الله سوف تجد سوف تذهب إلى hardware and sound هنا وسوف تجد بعد ربط القطعة بالجهاز سوف تجد قلم موجود في هذه القائمة أنا شخصيا غير موجود الحل لأننا أربط هذه القطعة أحباب في الله فكما سوف تشاهدون سوف يعني عندما سوف تذهب إلى panel control ثم hardware and sound هنا كما سوف تشاهدون فسوف تجد يعني القلم كما سوف تشاهدون تمت إضافته فقط يجب عليك الضغط على hardware and sound وسوف تجد هذا القلم الموجود هنا في هذه القائمة تضغط عليه يعني تضغط على هذا القلم أحباب في الله كما سوف تشاهدون بعد الضغط عليه سوف تنبتق لك نافذة وسوف تضغط على يعني التوازن أو شيء من هذا القبيل هذا الخيار كاليبراتي أو شيء من هذا القبيل كما سوف تشاهدون وبعد الضغط عليه سوف تنبتق لك نافذة بهذا الشكل يجب عليك أخذ القلم ووضع الضغط على هذه الجانب وهذا الجانب وهذا الجانب يعني في جميع الزوية حتى يتم يعني إيزان أو يعني وضع الشاشة في وضع متوازن صحة التعبير كما سوف تشاهدون بعد تعليمها خلاص الحين يمكنك تضغط عليه OK والحين يمكنك كما سوف تشاهدون التحكم في شاشة حاسوبك فقط عبر هذا القلم أحبابي في الله الذي حولت عبره موشرة يعني شاشة حاسوبك إلى شاشة لمس كما سوف تشاهدون يمكنك تحريك الشاشة الكتاب عليها أحبابي في الله كما سوف تشاهدون الكتاب عليها بشكل يعني بسيط جدا وكأنه يعني تمتلك يعني شاشة لمس أحبابي في الله أتمنى أن الدرس قد أفادكم عندما سوف أتوصل أنا أيضا شخصيا بهذه القطعة بعد شهر من الآن سوف أضع عليها درس يعني بالرغم أن المسألة واضحة فقط تابع عادة درس طريقات يعني عملها لا تنسوا في الأخير دايما زيارتنا على الموقع ندول الفيديو ندولي بونتاقل خمسة بونتاكم من الانتماعي وصفحتنا على الفيسبوك فيسبوك وندول صلاش حوالفوطة 181 فول ولسنس أيضا للشراك في قناتي حتى يسلوك دايما جديد الفيديوهات ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع وذكر بأنه يعني رابط الموقعين على أساس شراعات القطعة سوف تجدونها أسفل الفيديو في أمل الله